اشتركوا في القناة في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الْرِبَاءِ لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد مر معنا في الدرس الماضي أن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام نهوا أبيهم عن الحزن وقالوا له تَلَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ يعني لا تفتر من ذكر يوسف حتى تكون حرَضًا أي ضعيف الجسم والقوة مشرفًا على الهلاك أو تكون من الهالكين أو حتى تموت وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقةً عليه وفي هذا تعريض أنك تطمع يا أبانا في أمرٍ لا يمكن أن تحصل عليه أبداً فأجابهم يعقوب عليه السلام عما قالوه بأنه إنما يشكُّ إلى الله لا إليهم قال إنما أشكُّ بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون والبث هو أصعب الهم وأعظم الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى الناس أن ينشره فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه وقيل البث الهم وقيل البث هو الحاجة يعني كأنه يقول إنما أشكُّ هم إلى الله أو إنما أشكُّ حاجة إلى الله أو إنما أشكُّ ما أصابني من شدة الألهم وعظم الحزن إلى الله عز وجل وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني أعلم من لطفه ورحمته جل وعلا ما يُجِب حُسن ظني فيه وأنه سيرُدُّهم علي ويُقِرُّ عيني بالاجتماع بهم ثم قال يعقوب يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون فندبهم للذهاب في الأرض ليتعرَّفوا خبر يوسف وبنيامين فتحسسوا من يوسف والتحسس شدة الطلب والتعرَّف وهو أعم من التجسس فهو التطلُّب مع اختفاء وتستر عن التجسس وقيل التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر تحسسوا من يوسف أطلبوه تعرَّفوا أحواله ولا تقنطوا من رحمة الله وفرج الله لا تيأسوا من روح الله أي لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه فبشرهم وأمرهم أن لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يقصدونه فإنه لا يقطعوا الرجاء والإياس من الله إلا القوم الكافرون لأنه سبب تكذيبهم بالرب أو جهلهم بفضل الله ورحمته ولطفه وهنا انطلق هؤلاء حسب وصيَّة أبيهم وصاروا إلى أرض مصر حُذِث هذا للعلم به يقول الله تعالى فلما دخلوا عليه يعني التقدير أنهم خرجوا راجعين المصر حتى وصلوا إليها فدخلوا عليه فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسَّنا وأهلنا الضر يعنون الجد والقحط وقلة الطعام الذي سبب لنا الهزال وجئنا ببضاعة مزجاه يعني معنا ثمن الطعام الذي نريد الشراء به وهو بضاعة قليلة لا يُرغب فيها فكأن صاحبها يُزجيها أي يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه فأوفلنا الكيل يعني أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك وتصدق علينا بالزيادة على الواجب وهذا تعريض برد أخيهم الذي بقي مملوكا عنده إن الله يجزي المتصدقين بما يجعل لهم من الثواب الأخرى ومع الدنيوي وهنا رق يوسف لهم عليه الصلاة والسلام رقة شديدة وعرفهم بنفسه ولعل هذا بأمر الله عز وجل بذلك قال هل علمتم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون والاستفهام هنا للتوبيخ والعتاب وقد كانوا عالمين بذلك وما فعلوه بيوسف قصته التي ذكر الله جل وعلا في هذه السورة أما بن يامين فما الذي فعلوا بأخيهم إما ما أدخل عليه من الغم بفراق يوسف وما كان يناله منهم من الاحتقار والإهانة كما قاله جماعة من المفسرين والله أعلم قال الشيخ بن سعدي لعله والله أعلم قولهم إن يسرق فقد سرق أخله من قبل قال الواحدي ولم يذكر أباه يعقوب مع عظم ما دخل على يعقوب من الغم بفراقه تعظيماً له ورفعاً من قدره وعلماً بأن ذلك كان بلاءً له من الله عز وجل ليزيد في درجته عنده إذ أنتم جاهلون اعتذار عنهم عاتبهم واعتذر وخفف الأمر عليهم يعني هذا اعتذار اعتذار عنهم وتخفيف للأمر عليهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون يعني حال جهلكم لما كنتم في حال الجهل فعلتم ذلك وفيه تعريض بأنهم قد صلح صلح حالهم من بعد إما بوحي من الله أو بالفراسة لما حرصهم على رغبات أبيهم في طلب فداء بن يامين والله أعلم قالوا أينك لأنت يوسف عرفوا أن الذي خاطبهم ويوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيعج المحسنين أجابهم بالاعتراف بما سألوه عنه وهذا أخي مع كونهم يعرفونه ولا ينكرونه لأن قصته وهذا أخي المظلوم كظلمي وهذا أخي المظلوم كما ظلمت أنا قد من الله علينا بالخلاص عما ابتلين به وبالإيمان والتقوى والتمكين في الأرض والاجتماع بعد الفرقة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيعج المحسنين ما أعظم التقوى وما أعظم الصبر التقوى بمعناها العام والصبر بمعناه العام الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله إنه من يتقي بأداء الفرائض واجتناب المعاصي والصبر على المصائب فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أراد يوسف عليه السلام أن يعلمهم وسائل التعرض إلى نعم الله وأن يحثهم على التقوى والتخلق بالصبر تعريضاً بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه ولم يصبروا على إثار أبيهم إياهما عليهم وهذا من أفهانين الوعظ أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة في وقتها مناسب وهي فرصة تأثر السامع وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته يعني كأن يوسف رأى أنه ما ينبغي أن يؤجل الموعظة أبداً ليذكرهم بأمرين هامين وهما تقوى الله جل وعلا والصبر لأن أحياناً إذا فوت الواعظ أو المذكر الفرصة ربما ما تعوض مرة أخرى فهذه فرصة يستغلها من ألهمه الله كان يوسف يقول الآن مدام الموضوع موضوع تأثر لما قالوا أنت قالوا أنك أنت يوسف صار فيه تأثر منهم فهنا ذكرهم استغل الفرصة قال إنه من يتقي ويصبر وفي هذه الآية فضيلة التقوى والصبر وكل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر وعاقبة المتقين والصابرين هي أحسن العواقب وفي أن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقاً وفيه مصلحة إنه من باب التحدث بنعمة الله عز وجل فلا بأس به كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث عند ذلك قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا معتذرين لقد اختارك الله جل وعلا وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال وفي كلامهم استعطاف واعتراف في كلامهم استعطاف واعتراف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فاضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال وإن كنا لخاطئين الخاطئ فاعل الخطيئة أي الجريمة أي إن شأننا وحالنا أننا كنا متعمدين للإثم مذنبين في حقك فأجابهم يوسف عليه السلام بقوله لا تثريب عليكم اليوم يعني لا تعير عليكم ولا توبيخ ولا عقوبة ثم دعا لهم فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فعفى عنهم وصفح صفحا تاما وهذا أعلى ما يكون من الإحسان الذي لا يتأتى إلا ممن كرمه الله واصطفاه واختاره واجتباه أخلاق أنبياء لا أتثريب عليكم اليوم وبعضهم يقرأ أنه قال لا تثريب عليكم ثم تقف ثم يقول اليوم يغفر الله لكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم لكن اللي يبدو والله أعلم من الأرجح أنه قال لا تثريب عليكم اليوم ثم دعا لهم لأن جزمه أيضا بأنه جزم يوسف عليه السلام بهذا وهو ما يدري عن تحقق توبتهم هذا أمر يحتاج إلى تأمل إنما تقرأ قال لا تثريب عليكم اليوم ثم دعا لهم فقال يغفر الله لكم ووارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا قال لهم يوسف عليه السلام اذهبوا بهذا القميص اذهبوا بهذا القميص وهو قميص ليوسف فيه أثر ريحه والله ولله جل وعلا في هذا حكم وأسرار لا نعلمها نحن فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يرجع ويعود مبصرا بإذن الله وأتوني بأهلكم أجمعين ليصلهم جميعا وكانوا على ما قيل ستة وسبعين نفسا بين رجال ونساء فهذه عشيرة عقوب ستة سبعين عددهم على ما قيل والله أعلم يقول الله جل وعلا ولما فصلت العير خرجت من منطقة مصر إلى الشام ابتعدت عن المكان قال أبوهم أي يعقوب عليه الصلاة والسلام لمن عنده من أحفاده وأهله وهو في بيت المقدس إني لأجد ريح يوسف شم يعقوب ريح القميص وهذا أمر عجيب جدا خارق للعادة لولا أن تفندون يعني لولا أن تسخروا مني وتتهموني بذهاب العقل والهرم لتحققتم من ذلك وبحثتم عنه قالوا أي الذين عندهم من أهل وأهل وأحفاد تالله إنك لفي ضلالك القديم إنك لفي ذهابك عن طريق الصواب الذي كنت عليه قديما من إفراطك في حبك ليوسف وفي الجواب شيء من الخشونة على يعقوب مع كبر سنه فلعل هذا والله أعلم يعني كانوا معتادين عليه في ذلك الزمن لا يرون فيه عقوقا أو نحو ذلك ولا العبارة شديدة على أن يقولوا لشيخ كبير ونبي من أنبياء الله ومصاب بفقد أولاده هذه العبارة لكن لعل هذا كان سائغا عندهم ولا يرون في هذا غضا من مقامه فلما أن جاء البشير قيل هو يهوذة تقدم بين يدي العير ليكون أول من يخبر أباه بخبر يوسف لأنه هو الذي جاء بالقميص وجاءوا عليه وجاءوا بدم كذب هو الذي جاء بالقميص لما في أول الأمر في أول قصة فأراد أن يحمل قميص البشارة لعله أن يكفر عنه ما فعل بالقميص الكذب الذي فعله في أول الأمر فلما أن جاء البشير بقرب الاجتماع بيوسف ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فرجع إليه بصره بإذن الله كرامة له وليوسف عليهم الصلاة والسلام فقال يعقوب ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف وأن الله جل وعلا سوف يجمعنا به وأن الله سوف يزيل عني الهم والغم والحزن ثم اعترفوا لما تكاملت العير وجاءوا اعترفوا بذنبهم وأعلنوا توبتهم أمام أبيهم وسألوها أن يطلب لهم المغفرة من الله جل وعلا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين فوعدهم بما طلبوه منه ومسرعا لإجابتهم وقال سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور رحيم رجائي به أن يغفر لكم وأن يرحمكم قال سوف للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل يعني كأنه يقول ما يكفيكم استغفار واحد لا بدني أكرر الاستغفار لكم ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال ولكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وأنه سوف يكرر الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل وقيل أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل ليكون أقرب إلى الإجابة ولم يذكر في القرآن سفرهم من بلادهم ودخولهم إلى بلاد مصر لأن هذا ما فيه شيء من العبر ما يتعلق فيه شيء من العبر ولهذا قال الله جل وعلا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه طوى ذكر ارتحالهم أنهم جمعوا أغراضهم وأثاثهم ومشوا من بيت المقدس متجهين لمصر هذا ما فيه عبرة ولا شيء إنما العبرة فيما يأتي قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه لما كان يوسف قد تقدم إلى أخوتهم يأتوه بأهل مجمعين تحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم وأمر الملك ملك مصر أمر أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه قال ابن كثير وهو الأشبه والله أعلم ولما التقى يوسف عليه السلام بأبيه وأمه وقيل إن أمه ماتت والموجودة هنا خالة والخالة منزلة الأم ولكن ما في القرآن دليل صريع على وفاة أمه آوى إليه أبويه يعني ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى لهم البر والإحسان وغاية الإكرام وظاهر القرآن كما أسلفت أنفا يدل على حياة أمه خلافا لقول بعض المفسرين وقال يعني يوسف لجميع أهله أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين يعني من جميع المكاره والمخاوف ورفع أبويه على العرش العرش السرير يعني أجلس أباه وأمه معه على سريره سرير الملك وخروا له سجدا يعني سجد له أبواه وإخوته الباقون وكانوا أحد عشر رجلا وهذا السجود على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام بإجماع المفسرين وليس سجود عباده وكان هذا جائزا في شريعتهم فلما سجدوا قال لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له قال يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا حين قال يا أبي أني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فهذا ما آل إليه الأمر فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر وقد صح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه كما عند الطبراني والحاكم والبيهقي بسند صححه ابن حجر أن سلمان قال كان بين رؤيا يوسف وبين عبارة هذه الرؤيا ووقوعها أربعون عاما كان بين رؤيا يوسف وعبارتها أربعون عاما وصح عن قتاد قال وخروا له سجدا وكانت تحية من قبلكم كان بها يحيي بعضهم بعضا فأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة كرامة من الله تبارك وتعالى عجَّلها لهم ونعمة منه ثم قال يوسف وقد أحسن بي يعني لطف ربي بي محسناً وأنعم علي إذا أخرجني من السجن ولم يقل من الجب مع كونه أشد بلاءً من السجن استعمالًا للكرم لألا يخجل إخوته ولتمام عفوي عنهم قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن ما ذكر طاري للجب مع أنه أشد لألا يخجل إخوته ولأنه صفع عنهم والكريم إذا صفع وعفى لا يحتاج أنه يعيد العتاب مرةً أخرى وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ما قال وجاء بكم من العري والقحط والجوع والشدة أنقذتكم من هذا بعدما كنتم جياعًا وغلبكم الجوع والشدة والعري لا قال وجاء بكم من البدو جاء بكم من البدو ولم يقل جاء بكم من الجوع والنصب قال قتاد وكان يعقوب وبنوه بأرض كنعان أهل مواش وبرية والبدو ضد الحضر سمي بدوا لأن سكانه بادون يعني ظاهرون لكل وارد يعني لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب وقد أحسن بي ولم يقل أحسن بكم قال أحسن بي مع أن الله جل وعلا أحسن به وأحسن أيضا بهم لكن قال أحسن بي وقد أحسن بي إذا خرجوا وجاء بكم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي الله أكبر على هذه الأخلاق ما قال من بعد ما قام إخوتي بحسدي حسدوني وفعلوا لا من بعد أن نزغ الشيطان ما قال حتى ولا نزغ الشيطان إخوتي بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين بيني وبين إخوتي مع أنه في الواقع هم من طرف واحد وليس من طرفين فلله ما أعظم هذه الأخلاق وما أعظم هذا الصفح والعفو صفح جميل وصبر جميل أيضا فسبحان من يتفضل على بعض عباده بحسن الخلق وحب العفو واللطف العبارة بعض الناس بدأ يتكلم ما يعرف يتكلم كأنه يقذف حصة على الناس حجارة يخجل هذا ويؤنب هذا ويؤذي هذا وحتى يرى نفسه أنه مؤمن وبعض الناس يقول الله تعالى عليه بحسن العبارة واللطف وحتى بعض الناس إذا عفى يقول عفوت ولكن يتكلم بكلام ينم عن تأنيب وعتاب هذا جنبه الله جل وعلا ليوسف عليه السلام إنه من عبادنا المخلصين إن ربي لطيف لما يشاء ذو لطف يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر وإذا أراد أمراً قيض له أسباباً ويسره وقدره إنه هو العليم أي بمصالح عباده الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختار سبحانه قال ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء أخبر بلطفه لما يريده فيأتي جل وعلا بلطفه بطرق خفية لا يعلمها الناس ومن أسمائه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإصاله الرحمة بالطرق الخفية ومنه التلطف كما قال أهل الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فكان ظاهر ممتحن به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقا ثم مراودة امرأة العزيز التي هو في بيته عن نفسه وكذبها عليه وسجنه محنا ومصائب وفي باطنها نعما وفتحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة ومن هذا الباب ما يبتل الله جل وعلا به عباده من المصائب ويأمرهم به من المكاره وينهاهم عنه من الشهوات هي في الواقع طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل والجنة حفت بالمكاره كما أن النار حفت بالشهوات ثم توجه يوسف عليه السلام إلى ربه داعيا ربه عز وجل حين أتم نعمته عليه باجتماعه بأبويه وبإخوته وما أعطاهم من النبوة والملك وقال مقرا بنعمة ربه سائل النياه الوفاة على الإسلام إذا تم الأجل وحضره الموت رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ويحتمل أنه دعى بهذا الدعاء عند احتضاره وبعض أهل العلم أخذ من هذا أن يوسف تمنى الموت ولكن ما أرى أن الآيات تدل على ذلك ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا وكان هذا سائغا في ملته من الإنسان لا بأسا يتمنى الموت قال هنا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تعبير فاطر السماوات مبدع السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة يقول ابن القيم رحمه الله عن قوله تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام في قوله أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم ونحقني بالصالحين يقول جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه وكون الوفاة على الإسلام وهي أجل غايات العبد وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء طلب مرافقة السعداء لأنه قال والحقني بالصالحين وهنا تمت هذه القصة العجيبة سبحان من قصها وتبارك من أنزلها ثم قال الله بعد ذلك ذلك النبأ الذي أخبرناك به وهو قصة يوسف والخطاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب ولولا إخبار الله لك بهذا لما علمت به من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديه إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون أي ما كنت حاضرا لدى إخوة يوسف حين تآمروا على التفريق بينه وبين أبيه فهذا من أوضح الأدلة على صدق رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من الله جل وعلا كما قال تعالى وما كنت لديه إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديه إذ يختصمون ومع هذه الأخبار الصادقة والعبر والعضات لم يؤمن أكثر الناس ولهذا قال وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد والسعادة الأبدية من أجر يعني من جعل أجر على ذلك بل تفعله ابتغاء وجه الله عز وجل ونصحا لخلقه إنه إلا ذكر للعالمين عظة وتذكير يتذكرون به ويهتدون وهذا القرآن وما تضمنه من الأخبار الصادقة العظيمة وكأي من آية في السماوات والأرض كم من آية تدلهم على توحيد الله وعظيم خلقه في السماوات مثل ماذا في السماوات الشمس القمر النجوم السماوات الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كل هذه من الآية العجيبة يمرون عليها كم من آية كم من آية تدل على توحيد الله وعظيم خلقه في السماوات من الكواكب والسحب والشمس والقمر والسماء وغير ذلك وفي الأرض من النباتات والجبال والأشجار والأنهار والبحار وما فيها من العوالم يمرون عليها وهم عنها معرضون صادون غافلون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهم وإن قروا بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق والمدبر لجميع الأمور فإنهم يشركون في ألوهيته وتوحيده فهؤلاء الذين وصلوا لهذه الحالة لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب ويفاجئهم العقاب وهم آمنون ولهذا قال أثأمنوا استفهام كاري أثأمنوا أثأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله عقوبة تغشاهم وتشملهم وتستأصلهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون والساعة إما أن تكون ساعة موتهم لأن من مات فقد قامت قيامته فهو لا يستطيع أن يستدرك ويتوب ويزيد من حزنات ولا ينقص من السيئات وإما الساعة العامة التي هي القيامة الكبرى بطلوع الشمس من مغربها تأتيهم الساعة بغتة وكل منهما يأتي أيضا كل منهما يأتي بغتة فجأة وهم لا يشعرون بإتيانها أي فإنهم قد استوجبوا لذلك بغتة وهم لا يشعرون ثم قال عز وجل قل يا محمد قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي قل للناس هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي عليها سبيلي يعني طريقتي وسنتي فسرها بقوله أدعو إلى الله على بصيرة يعني أدعو إلى دينه على بصيرة يعني على حجة واضحة وعلم ويقين البصيرة على حجة واضحة وعلم ويقين على بصيرة أي على حجة واضحة وعلم ويقين والبصيرة المعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل البصيرة هي المعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل ومن اتبعني أي ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي مثل ما أدعو وقل لهم يا محمد أنزه الله عما ينسب إليه وسبحان الله وما أنا من المشركين يعني به الذين يتخذون من دونه أندادا قال ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية قال الفرى وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو وهذا قول الكلب وقال حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة قال ويقوي هذا القول من وجوه كثيرة وقال ابن الأنبار ويجز أن يتم الكلام عند قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله تم الكلام الآن ثم يبتدئ ويقول على بصيرة أنا ومن اتبعني فيكون الكلام على قوله جملتين يعني أخبر في أولاهم أنه يدعو إلى الله والثاني أخبر أنه بأنه هو أتباعه على بصير والقولان متلازمان فلا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد أشرف وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بماذا؟ الدعوة ما تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي لأن الذي يدعو إلى الله على جهل ما يفسد أكثر مما يصلح الذي يدعو إلى الله على جهل ما يفسد أكثر مما يصلح فلا يوجد أحد يقول أنا أحب أن أدعو إلى الله إلا أن يقول يا أخي تعلم العلم النافع أطلب العلم الشرعي حتى تكون دعوتك على بصيرة والعلم والدعوة شقيقان ومتلازمان فكل من أحب أن يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يتعلم ويدعو يتعلم ويدعو وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة فالقولان متلازمان فإنه لا يكون من أتباعي حقا إلا من دعا على بصيرة كما كان متبوعه يفعل صلى الله عليه وسلم فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهادا وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه انتهى كلامه من القيم رحمه الله ثم قال الله تعالى في أواخر السورة وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي لَيِّنْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى يَخْبِرُ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا أَرْسَلَ أَرْسَلَ رُسُلَهُ مِنْ الرِّجَالِ لَا مِنَ النِّسَاءِ ولا من الملائكة ولا من الجن ففيه رد على من زعم أن في النساء والجن رسلاً والذي عليها أئمة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا جعل الرسل من الرجال إلا رجالاً بعضها للعلم قال مريم نبيه والله يقول وأمه صديقة ما قال نبيه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة فبعضها للعلم قالوا وما عندهم دليل في هذا قولهم هذا مرجوح قالوا مريم وكذلك قالوا مريم وموسى وذكروا أيضاً بعض النساء أنهن يعتبرن ممن أعطي النبوة أو نحو ذلك وهذا قول ضعيف أما قوله أوحينا إلى أم موسى فالمقصود بالوحي هنا الإلهام ألهامها الله ذلك ويطلق على الوحي الإلهام من أهل القرى جمعوا قرية وهي المصر الجامع والمراد هنا المدن قال ابن كثير والمراد بالقرى هنا المدن وما أرسلنا من قبل كلا رجال النوح لهم من أهل القرى لا أنهم من أهل البوادي الذين هم أجفى الناس طباعاً وأخلاقاً وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاً وألطف من أهل البواديهم وأهل الريف والسواد أقرب حالاً من الذين يسكنون في البوادي ولهذا قال تعالى الأعراب وأشد كفره ونفاقاً إلى آخره انتهى كلام ابن كثير قال قتاده إنما كانوا من أهل القرى لأنهم أعلموا وأحلموا من أهل العمود أهل العمود يعني أفلم يسيروا أي هؤلاء المكذبون في الأرض فينظروا نظر تفكر كيف أهلكهم الله بتكذيبهم فيعتبرون بهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا اتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن نعيم الدنيا منغص زائل نعيم الدنيا منغص زائل ونعيم الآخرة تام كامل فلا يفنى أبداً أفلا تعقلون أي أفلا تكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى تؤثر الذي هو خير وأبقى على الذي هو أدنى وزائل ويفنى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا هنا يخبر الله تبارك وتعالى أنه يرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فيكذبهم القوم المجرمون اللي آم وأن الله تعالى يمهلهم ليراجعوا إلى الحق وأن الله تعالى يمهلهم من أجل أن يرجعوا إلى الحق ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق إذا بلغ الأمر لهذه الحال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وهم أتباع الرسل الرسل وأتباعهم ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين يعني لا يرد عذابنا عن من أجرم وتجرى على الله فما له من قوة ولا ناصر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أي كان في قصص الأنبياء والرسل مع أقوامهم وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب العبرة الفكرة والبصيرة المخلصة من الجهل والحيرة أن يعتبرون بها ومنهم يوسف وإخوته وأبوه مع كونه لم يطلع على أخبارهم ولا اتصل بأحبارهم ومع ذلك عنده علم عليه الصلاة والسلام من علم الله ما كان حديثاً يفترى أي ما كان هذا القرآن الذي قص الله بي عليكم من أنباء الغيب ما قص من الحديث المفترى المختلقة ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة يوافقها ويشهد لها بالصحة وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هدى في الدنيا يهتدي به كل من أراد الله هدايته ورحمة في الآخر يرحم الله بها عباده العاملين بما فيه لقوم يؤمنون يعني يصدقون به وبما تضمنه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبهذا ختمت السورة ولا شك أن مجمل قصة يوسف عليه السلام حوت من الدروس والعبر الشيء الكثير وأنصحكم بالرجوع إلى كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله وعنوانه فوائد مستنبطة من قصة يوسف ونبه هنا إلى أن ما حصل عليه يوسف عليه الصلاة والسلام مع رحمة الله تعالى به وتوفيقي له وما أنعم به عليه حصله كما أسلفت بأمرين اثنين هما تقواه وصبره أو صلاه إلى محل العز والتمكين إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع عجل المحسنين والصبر في القرآن مذكور فيما يقرب من تسعين موضعا وقد ذكره الله على ستة عشر نوعا على ستة عشر نوعا فأمر به فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وقال اصبروا واصبر وما صبرك إلا بالله ونهى عن ضده فاصبر كما صبر أول العز من الرسل ولا تستعجل لهم فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرى هذا عكسه أثنى على أهله والصابرين الصابرين والصادقين والصابرين في البأسة والضراء أن الصبر يوجب محبة الله جل وعلا لأهله والله يحب الصابرين إجاب لمعية الله لهم معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم إن الله مع الصابرين إخباروا بأن الصبر خير لأصحابه ولئن صبرتم لو خير للصابرين وأن تصبروا خير لكم إجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم ولنزي أن الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون إجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب إطلاقوا البشرى لأهل الصبر وبشر الصابرين إلى آخر الآية ضمان النصر والمدد لهم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا إلى آخر الآية الإخبار بأن الله جل وعلا بأن أهل الصبر هم أهل العزائم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور الإخبار بأنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظة العظيمة إلا أهل الصبر فقط كما قال سبحانه وَيْلَكُمْ تَوَبُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ وقال وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ كذلك الإخبار بأن الفوز والنجاة ودخول الجنة إنما نالوا بالصبر كما سيأتينا في قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الإخبار بأنه إنما ينتفع بالآيات والعبر هم أهل الصبر أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال تعالى فَجَعَلْنَاهُمَا حَدِيثَهُمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّا مُمَزَّقْ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أن الصبر يورث صاحبه درجة الإمامة كما قال تعالى وَجَعَلْنَاهُمَا إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْنِهُمْ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بَآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وكان بن تيمي يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أخيراً اقتران الصبر بمقامات الإسلام والإيمان كما قرنه الله جل وعلا بالقرآن باليقين والإيمان والتقوى والتوكل جعلنا الله وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث من علامة سعادة العبد أن يكون ممن إذا أنعم الله عليه شكر وإذا ابتلاه صبر وإذا أذنب استغفر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر